بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم معاكم الدكتور مصطفى غيس سأستكمل النهاردة مع بعض الجزء الذي بدأناه قبل كده في المحاضرة السابقة التي كانت خاصة بالإنفو جرافيكس المحاضرة النهاردة باسم المخططات والجداول الإلكترونية أو جرافيكس المحاضرة كانت خدادها أستاذنا الدكتور علي البحراوي وكانت في نسخة إنجليزية أنا علشان أتمشى مع اسم المادة وهو كتابة التقارير باللغة العربية فحبيت أن أخلي العرض باللغة العربية مع بعض المصطلحات الإنجليزية لكي نتعود على الإثنين فعشان كده أنا أخذت العرض الإنجليش وعملت لي ترجمة وبعض التعديلات والإضافات لكي يكون في صورة مختلفة قليلا وتناسب أكثر بالنسبة لهذه المحاضرة مختلفة طيب نبص على محتويات المحاضرة عبارة عن إيه هنبدأ نتكلم مقدمة على ما يخص المخططات طبعا حينا كلمة مختلفة أو هنقولها مرة أو أحيانا هتقل رسومات وأحيانا هتقل مخططات دي موجودة ودي موجودة يمكن هنا في المحتويات في الصفحة دي أنا أسميها رسومات لكن في الصفحات التالية هيمكن نلاقي الكلمة الأكثر استخدامة هي المخططات فعندنا مقدمة وبعدين هنبص ما هي أهم المسترحات اللي خاصة به استردام أو اللي بتستخدم في الرسومات أو الجرافيكس وبعدين لماذا ومتى تستخدم المخططات وبعدين علاقة الرسومات وجداول البيانات ثم هنتطلق إلى أهم الأنواع الشائعة من المخططات وأمثلة على هذه المخططات يعني في الغالب المحاضرة دي هنقسمها على جزئين ونقف أنهي جزئية أو أنهي شريحة بالزبط ونحن نمشي معها إن شاء الله طيب في البداية طبعا العرض البياني بيبقى في معظم الأحيان أكثر فعالية بكثير جدا وانت بتعدد البيانات علشان تحس بها لأنك طبعا ممكن تعدد البيانات من خلال أنك أنت تضعها في جداول طبعا بالتأكيد الجداول بتبقى أكثر فعالية من أنك أنت تقراها في سورة فقرة يعني فقرة جواها أرقام فبتبقاش واضحة أوي لو حطتها في جدول بتنسيق مهين بتبقى الصورة تبقى أوضح ولو حولنا هذا الجدول إلى عرض بياني أو إلى مخطط مناسب بتكون البيانات الإحساس بها أكثر بشرط أنك أنت تعرضها بالشكل المجز وعادة طبعا كلنا نعلم المثل اللي بيقول أن الصورة أفضل أو تساوي ألف كلمة فبالتالي فعلا ممكن جدول مليء بالأرقام يحكي لنا قصة مسيرة قد تكون مسيرة للاهتمام أو أحيانا بتحكي قصة سواء بقى قصة ضريفة أو قصة مأسوية أو أي حكي طيب وبالتالي هنروح بقى نشوف ما هو أسباب استخدام الرسمات أو المخططات أول حاجة أنها بتظهر لنا الحقائق يبقى احنا اتفقنا أن البيانات عبارة عن مادة خامل المعلومات فإذا لما أخذ هذه البيانات وأبدأ أحطها في صورة جداول والجدول أحط في صورة الرسمات بتبدأ تظهر لي بعض الحقائق وتديني معلومات ثاني حاجة بتبسط وبتعزز الأفكار اللي موجودة في هذه البيانات بعد تحويلها إلى الرسمات وبالتالي ممكن أوصل فكرة مهينة لحد بيقرأ هذه الرسمات طبعا ممكن أستعملها للإقناع لكن بشرط أو دائما المفروض أننا أقنع بطريقة سليمة لأنه ممكن ونحن نمشي مع بعض سنجد أن الرسمات من الرسمات أرسمها أو أعرضها بطريقة الحقيقة تكون خادعة أو ممكن أقنع بها لكن الحقيقة هي خادعة و هذا ليس المفروض أن يتم عملها إذا فضل إلى ذلك أنها تنشئ الاهتمام إذا كان لدي عرضي شفوي أعمل محاضرة أو شيء من هذا القبيل تبدأ تعمل نوع من الاهتمام من الحضور والمتلقيين و يبدأ يتفاعل بشكل أفضل في حالة عدم وجود أو أفضل من عدم وجود الفلوسوبيت و ما يميزها كذلك أنها مدمجة يعني يبقى فيها معلومات كثيرة و أشكال كثيرة و إضافة إلى ذلك أنها لا تبقى مرتبطة بلغة معينة في معظم الأحيان إلا نظر عن البيان المكتوب أو شيء وبالتالي يمكن أن تعتبر أنها أعلمية إذا لو قضيت اسم بياني أو مخطط بياني بأي لغة في الغالب سأستشف جزء كبير جدا من الغرض وراء هذه الرسومات ما هي أهم خصائص الرسومات؟ أو مثل ما اتفاعل سنقول أحيانا الرسومات و أحيانا المخططات أو أحيانا Graphs لكي يبقى عندنا كلمات المتناظرة بالعربية و باللغة الإنجليزية يقول لي أي جزء غير نصي من الوثيقة أي وثيقة أو أي مستند عندي يبقى فيه نصوص ليعبارها عن كلمات أي جزء غير نصي سيعتبر من الرسومات مثل أي نصمات توضيحية سواء سكيتشز سواء سكيماتيك أو رسم توضيحي مبسط أي حاجة سأستعملها في المساعدات البصرية وأنا أقوم بعمل عرض شاهدوا وبالتالي سيشمل الجداول بما فيها من أرقام وكلمات محدودة في أعمدة وصفوف الأرقام التي ستظهر فيه المخططات البيانية أو أي رسمات توضيحية الخرائط أو السور ستعتبر تحت مسمى المخططات أو الجديد كل الرسومات البيانية كما نرى أشكال كثيرة جداً لها أعرضها في صورة أعمدة أو في صورة دواهر أو في صورة رسومات أو مخططات خطية إلى آخر أي رسم فني برضو موجود في الوثيقة برضو سيعتبر من الرسومات أو المخططات في بعض الأشيادات العامة لابد أن أتباحها لما أستخدم أي مخطط في وثيقة من الوثيقة أول حاجة لابد أن أشيد إلى الرسمة التي وضعتها في النص أولاً في الأفضل عندما يكون لدي عدد من النصوص أو عدد من الرسومات لابد أن كل رسمة يكون لها رقم برضو الرسمة موصول بها مخطط يعني ممكن يبقى جذوة ممكن يبقى صورة ممكن يبقى مخطط أي حاجة من هذه المخططات الأفضل أن يكون لها رقم ومفروض يكون لها عنوان برضو حسب القواعد بتاعت التنسيق ممكن العنوان كانوا فيهن أعلى المخطط أو أسفل المخطط قد تختلف من جهة إلى أخر لابد أن أشير إلى رقم الصفحة أو نفضل إلى ذلك وأحياناً لو أخذها من مرجع معين يفضل برضو أن أشير إلى هذا المرجع طيب الرسمات سأضعها فيهن الرسمة ستضع في نفس الصفحة اللي مرتبطة بالكلام اللي أنا بقول بأفضل شيء طيب والأي سبب نفضل أننا لم أستطع ذلك يبقى أفضل حاجة أننا أحطها في الصفحة التالية للكلام اللي مرتبط بهذه أو بهذا المخطط طيب أحياناً بطبع على صفحات وش وضاها يبقى أحطها في هذه الحالة على الصفحة المواجهة لو ما كانتش في الصفحة نفسها أحياناً المستند بتاعي أو التقرير قد يكون هناك في ملاحق بعض الناس ستفضل أن بعض المخططات وخاصة إذا كانت كثيرة أحط المثال منها في المستند الرئيس وبحط الباقي في بعض الملاحق طيب لما أحط المخطط داخل الصفحة يفضل أن يكون في اتجاه رأسي الذي نسميه بورتري طيب أحياناً عندما أحطه في وضع رأسي سيظهر التفاصيل بتاع الرسمة أو حتى بتاع الجدول في هذه الحالة ممكن أحطه في وضع أفقي اللي نسميه لانسكيل طيب في هذه الحالة أحطه في أنهي اتجاه لو التقرير بتاعي باللغة العربية يبقى حلف الرسمة أو المخطط في اتجاه عكس عقارب الساعة لو التقرير انجليش يبقى حلف الرسمة بتاعتي في اتجاه عقارب الساعة هذا يبقى في الغالب أريح في القراءة بتاع هذا المخطط يجب وانا بعمل أي مخطط ان اتجنب الفوضى لا يبقى الاسم البياني أو أي إن كان اللي أنا بعمله فيه فوضى كثيرة فيه معلومات ملهاش لازمة فيه ألوان متدخلة ما هواش مريح يبقى كل ده لابد ان انا اخذه في الاعتقال طبعا لابد ان انا اوفى معلومات توضحية العنوين زي ما اتفقنا إذا كان فيه ملاحظات مكملة لهذه المسمة أو المخطط إذا كان فيه أكثر من حاجة محتاجة نحط مفاتيح أو الليجن ممكن احط مصدر البيانات وزي ما اتفقنا غالبا مصدر البيانات بيدي نوع من الثقة لمتلقي المعلومة طبعا ايه بقى حكاية الجدول الالكترونية الجدول الالكترونية الجدول الالكترونية اللي اسمها ماذا علاقات المخططات والمخططات هذه الموضوع أهم جدا أولا هناك سهولة كبيرة في التعلم والاستخدام يعني ليس من الصعب أننا نتعامل مع الاسبريتشيت طبعا أشهر حاجة موجودة حاليا وكل الناس غالبا نستعملها بشكل أو بآخر هي السيادة الطبع الرقم لذيه في البقية حاليا التي تطولها إذا لكل المخططات الميضة 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 التي تتحسب الحسابات والرسومات أثناء أن أرى أقوم بعمل فيه جدول وأختار الجدول وبعدين منه أذهب بخطوات معينة أنشئ المخطط المناسبة في نفس الصفحة أي تغيير أعمله في الجدول بتاع البيانات أقدر في نفس التوقيت تقريبا أشوف التغيير الذي سيحدث على طريقة العرض على الشاشة ولكن نأخذ بالنا أيضا أن هناك الكثير من الخيارات وهذا شيء جيد أو شيء ممكن أن تكون هذا وكثير من الأحيان نسمع المثل الذي يقولون أنه يريد أن تخيره لأنه يوجد خيارات كثيرة ربما لا يبقى من السهولة أنه يصل إلى أفضل شيء لكن مع الخبرة ومع اتباع بعض القواعد التي سنتحدث عليها دلوقتي تقدر أنك تصل إلى أفضل شيء طبعا نأخذ بالنا أن الكثير من الأحيان التي نعرضها مع بعض هذه هي مجرد رشادات لكن أنت في النهاية التي ستوصل الرسالة وطالما ستوصل الرسالة بشكل سليم فأنت تنقل شخصيتك وشخصيتك تظهر في كتابة التقرير وشخصيتك تظهر في الرسم التي تختارته وفي الألوان التي تختارتها وهكذا مهم جدا أنه قبل أن أبدأ أن أنفذ أي رسم بياني وطبعا قبل أن أنفذ أي شيء أن أفكر الأول وبعدها أن أنفذ بعض الناس بيقول لي مثلا بيقول لي اغذي خمس دقائق مع البيانات يبقى الأول أن أبص على البيانات أتأكد منها لو في حاجة مقصة أردت تبهى في شكل مناسب قبل إجراء المخطط يبقى أن أقعد خمس دقائق مع البيانات قبل أن أغذي الجراف لبدل ما أفضل مثلا خمس ساعات في محاولة جعل المخطط متوافق مع الذي نعاوزه يبقى الأول أرتب نفسي وبعدها بعد أن أرتب وضع التصور أبدأ أن أنفذ هذا المخطط طبعا لا يوجد منع أن أأخذ شكل معين وبعدها لاحقا أجد أن غير مناسب وأغير فيه لكن لا يوجد هذا الموضوع كل مرة طيب ما هي أنواع المخططات في أكسل؟ هناك أشياء كثيرة جدا سنرى الآن عددهم ممكن أن يكون قد أي لكن الأنواع ضئيسة في المخططات وتحت منها سيكون بعض الأنواع الفضائية ونرى الآن ممكن أن يصل عددهم فعندنا مثلا أشهر هو الكولوم الكولوم الشارب أو المخطط العمودي يمكن أن أغلب الناس عندما يعمل أي جراف أو تبص في أي شيء ستجد أول تفكين على طول أن يعمل كولومت لاف ممكن أن يكون أحيانا صحيح لكن ليس دائما طيب هناك بعد ذلك أيضا 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 نسميها المخططات المباصرة ورقم ثلاثة واربعة قدام مني وهو الخطية والمباصرة كثير جدا من الناس لا يعرفون الفرق بينهم وممكن أحيانا يستعمل الخطية في غير محلها ويستعمل المباصرة أو لا يعرف الفرق بينهم وهذا سنرى مع بعض الـ وماذا الـ X-Y Scatter واحدة من الخياضات الفرعية فيها ما يسمى Bubble Chart أو مخطط الفقاعي لو تتذكروا في محادرة سابقة كنا شاهدنا مستر هانز غوزلينج والجاب ميندر والذي كان يعمل الموهين بابلز فالفقاعية أو المخطط الفقاعي من الحاجات الهامة جدا لكي نضيها رقم هنا الوحدة رغم أنها تعتبر نوع من الأنواع التابعة للـ X-Y Scatter وبعدين هناك المخططات الدائرية أو Byte Chart ومنها أيضا الدونت أو الحلقي أو المخططات الدائرية المروق هناك رادر chart يسمونها بالعربي المخطط النسيجي المخطط النسيجي وبعدين هناك الـ stock خاصة بالأسهم بصفة عامة وبعدين area chart أو المساحة المساحية أو مخطط المنطقة وبعدين surface chart تحت منه أنواع مختلفة في بعض الإضافات تم إضافتها في النسخ الجديدة من Excel بداة من 2016 مثل الخريطة أو map نسميها 3-map أو المخطط الشجري أو الشجرة فيه sun-paste أو الشمسية waterfall waterfall funnel القمعي histogram المدرج التكراري box and whisker أيضا من الأشياء الظريفة سنرى مع بعض لاحقا تستعمل بالذات في حيات الموضة خاصة بالإحصاء يسموها الصندوق والشعيرات وفيه combo chart الذي يكون خليط مبين أكثر من نوع من الأنواع التي ذكرناها في هذه المخطط طبعا في الغالب يمكن أن تكونوا تعرفون جزء لا بأس به من هذه المخططات لكن الهدف أن نبدأ عليها ونتذكر ما نفكره ونفعله والأمور الجديدة نبص عليها مع بعض طيب السلايد أو الشريحة من الشرائح التي تقول كيفية اختيار المخطط أو بسم البياني الصحيح هذه التي تشير إلى النقطة التي نتكلم عليها خاصة ثم نفذ طيب يقول أن هذا يجب أن يجب أن أرى البيانات التي لديها الهدف الذي أريد أن أوصل البيانات التي لديها تمثل الكل وأجزائه نسميها Whole and Its Parts أو Parts أو أجزاء كلية وأجزاء لها فهذه حالة حالة ثانية أريد أن أعمل مقارنة بسيطة التي هي Simple Comparison يبقى عندي مجموعة متغيرات وأريد أن أقارن منها بشكل بسيط طيب ماشي أريد أن أعمل مقارنة متعددة أو Multiple Comparison يبقى هذه نقطة أخرى ربما أريد أن أظهر إعلاقة بين متغيرات التي نسميها relation between variables ومقارنة متغيرات ربما أريد أن أظهر Trends Trends يعني اتجاهات سواء مع المسافة وتغير يتغير كيف مع المسافة أو يتغير كيف مع الزمن أو مع الوقت يسميها Trends أو الاتجاهات أريد أن أرى التكرار Frequencies عندي شيء ممكن تعرض في صورة التسلسل هرمي أو عندي شيء أريد أن أعرضها في شكل مواقع جغرافية اللي هو Geographic Locations يبقى إذن البيانات اللي قدام مني أول خطوة أعوز أبص عليها وأحدد إيه اللي أنا أو هذه البيانات وأعفين من هذه القائمة وبناء عليها بعد كده سنرى كل نوع من دول ما هو أسمع البياني المناسب لهم وبعد كده سيكون لك حضية الاختيار أنك أنت تبعث الرسالة اللي أنت عاوز توصلها باختيار المخطط المناسب يبقى إذن نركز كثيرا ونحطها في ذهننا ونحن نختار التخطيط أو المخطط المناسب بناء على هذه النقاط طيب يمكن تحدثنا من دقائق على الأعلاقة بين المخططات وأجهزة الكمبيوتر إنها وجود الحاسب الآلي يوفر بدائل كثيرة وبسرعة الإنشاء زي ما اتفقنا أحيانا بيبقى فيه سعوبة في اختيار الرسم بهذه عشان هناك البدائل الكثيرة وسرعة الإنشاء لمجرد أن تعمل ضغطة على آيكون معين ويبدأ يضح هذا الرسم بياني لكن أيضا لا أقل منه الإنشاء بطريقة سهلة أن أخطر آيكون آخر وقاله change chart type وغير نوع هذا المخطط طيب نبدأ نشرح الرسم بياني الأناتب هناك أنواع وأنواع فرعية وأنواع مخصصة يبقى فيه عندي types وsubtypes وcustom types يعني كل نوع من الأنواع اللي شفناه سيبقى فيه نوع رئيس أو ربما يكون فيه أنواع الفرعية وربما أنواع مخصصة وبعد كده لما نحط هذه البيانيات سيبقى فيه عندي حاجة نسميها categories values categories اللي هي الفئات وغالبا الفئات ستبقى على horizontal x أو المحور الأفق لكن ليس دائما لأن حيانا سيبقى فيه اختلاف وسنرى مع بعض لكن المهمة هو أن أعرف ما هي الفئات وهو المتغير الرئيس الموجود على المحور الأفق وبعدين values أو القيم اللي هي ستبقى تمثل على المحور الرأسي أو vertical x وبعدين عندي السلاسل أو متسلسلات اللي هي series لأن ربما أحيانا يكون عندي أكثر من متسلسلة أعرض إذا أي جراف يجب أن يكون فيه و values أو values يجب أن يكون فيه add و قيم ربما يكون فيه ربما يكون فيه متسلسلات أو ربما يكون متسلسلة واحدة طيب برضو الرسم البياني سيبقى فيه titles اللي هي العنوين بتاع الرسم البياني فيه axis اللي هي المحاورة الأفقية والضأسية وربما يكون فيه محاورة عمودي اللي هو في العمق اللي هو في تمثيل سلسة الأبعاد في grade lines أو خطوة الشبكة legend اللي هي وسائل الإضاحة data labels تسميات البيانات data table اللي أنا ممكن أحط البيان وأحطه في سورة أو البيانات وأحطها في جدك لبقى ده التشريح بتاع أي رسم بياني ومهم أننا أعرف هذه المصطلحات وأنا حفضلت أحطها باللغة العربية والإنجليزية على حسب أن تستعمل أنهي بيرنامج أثناء إعداد المخططة صورة مثلا هذه صورة متأخذة عند إنشاء أحد الزسمات البيانية هذه كانت ربما تكون متأخذة من Excel version أقل من 2016 لكن حتى في versions هي نفس المكونات ربما التوزيع يكون مختلف إذن كما رأينا هنا في Standard Types اللي هي الأنواع القياسية وال Custom Types اللي هي الأنواع المخصصة وهذه ال Chart Types اللي اتكلمنا على بعضهم column, bar, line, byte chart, x, y, scatter area, donut, radar, surface, popels وهكذا فيه طبعا هنا حاجات مهمة ومجرد أنك لا تختار أي Type من ذلك يبدأ يظهر Subtypes يبقى هنا في column هذه عندي 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Subtypes إذن هذا مثال أي واحد من ذلك ربما لا يوجد تحت منهم بعض Subtypes وربما أضع لكم بعض قليلا يعني زي إحصائية بالTypes المهودة لكل واحد طيب اخترت الTypes أو Subtypes اللي هو اللي أردت البيانات بهذه الصورة هذه اللي هو التشريح اللي نتكلمنا عليه Titles أي عندي فيه chart title أو عنوان المخطط وبعدين هذه الكاتيجوري اللي هي X Axes هتبقى موجودة على محور X يبقى هنا الكاتيجوريز بتاعتي هنا اللي هي السنوات 95 2004 2005 الValues اللي هي هتبقى على محور Y يبقى هنا الValues Axes وفقيك horizontal X vertical X grid line خطوط الشبك legend لو سيظهر لي هنا keys أو الرسومات التوضيحية أو مفتاح الألوان بتاع السلسل المختلفة Data Labels ممكن البيانات اللي موجودة عندي أحط عليها بعض التسميات أوكي Data Table ممكن أن أظهر تحت هذا الجراف البيانات اللي أنا استنتجت منها هذا أو رسمت منها هذا الجراف يبقى إذا هذا الجزء الخاص به Anatomy of Graph بعض الأمثلة خلينا سريعا نروح بشكل مبدئي على الأمثلة اللي ممكن تكون موجودة اللي إحنا ذكرنا أسماءها في الشرائح السابقة هذا مثلا إيه؟ هذا مثلا شكل بتاع المخطط العمودي أو العمدة ولو بصنا هنا سنسميه لقينا كلمة Clustered Color وهذه هنا شكلين قد يكونوا يمكن استخدامهم أنت تختار الشكل الذي تنفذه بعدد عندي شكلين وتقدر تختار ما هو المناسب وهنا هذه سبتايتل هنا لو بصنا على الويندو المفتوحة قد مني تجد تجد تاب اسمه المفتوحة وهنا المفتوحة وهنا المفتوحة تلقائيا لما تختار بعض البيانات وتكون حطتها بصورة ما هو ممكن أن يعمل المفتوحة لنوع معين من المخططات أو يصيك أن يعمل ممكن واحد يدخل على طول الذي يختار من المفتوحة أو بعدما أرى البيانات وعرف الرسالة التي يريد أن يوصلها يوصلها كيف؟ يضع الـ ويبدأ يختار من هذه المكومة هذه المخطة الخطة مثلا مخطط الخطي نجد هنا نوع لديه مكسرة هنا خطوط مكسرة وعلى حسب البيانة عاملة ونوع المركز التي هي النقاط الموجودة هنا وهذا سبطايتل الذي نختار وهو line with markers كما يكون هذا وهو يبقى line وزاوة مركز وهكذا كل واحد من دون سيكون لشكل من الأشكال المخطط مثلا المخطط الدائري وهو By Chart وهو By Chart وهو 2D في 3D Perspective وممكن أن أخذ منه جزء لكي أعمل عليه زوم أو بنفس الطريقة فقط أخذ الجزء الذي اخترته سيبقى في شكل مستطيل ومن تحت منه الذي سميناه Donut Shape أو الحلقي أو المخطط الدائري المجاور وماذا وهو دونت shape نحن نقوم بشكل سريع على المخططات شكلها وماذا بعد ذلك سنبدأ نقوم بشكل أكثر عمقا لكن دعنا نتذكر أو نأخذ استعراض لهم شكل هذا ماذا هذا ماذا الفرق بينه وبين الكلام لا يوجد فرق الحقيقة لأن الـ و 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 محور x أو horizontal x يبقى دي كده هنا بقت vertical x بقى عليه وعلى horizontal x بقى عليه values و هنا يوجد لونين قدام مني يبقى سلسلتين هذا شكل آخر على حسب الرسالة التي عاوزت توصلها يبقى هذا اسمه stacked bar ممكن نسميه الأشريطة المتراكبة أو لو قررتها في مكان آخر سيسموها stacked مكدسة ممكن نسميها الأشريطة المكدسة على أساس أن هي متكدسة فوق بعضها زائق بقى tta'area وخطة المساحة هنا ، ن которую تركيز المتراكبة فوق بعضها أو موكدسة فوق بعضها وفي عدة أشكال وهذا bel Scale تشارل ده هنا ايه ده XY سكتر وده اللي قلت لكم خد بالكم وحركز عليه قوي ونشوف بعض الشرايح اللي بتوضح الفضائيات اللي الناس بتتلغبط ما بين XY سكتر وما بين مخطط المبعثة وما بين المخطط الخط فهنا ده واختار ايه سكتر with smooth lines and markets يبقى هنا حط النقاط ووصل ما بينهم بخط smooth وحطة الماركب وكان ممكن ان يوصل بينهم بدون ميزيار الماركب او يحطوهم بدون lines او لو انتم شايفين هنا ممكن اروح للـ bubbles يبقى اذا الـ bubble chart او الفقاعات هي نوع فضعي من الـ XY سكتر ايه ادي الـ XY ادي الفقاعات اللي موجودة تحت الـ XY سكتر فاكرين برضو اهو بذكركم مضة اخرى اللي هي كانت ده اللي نسميناه stock chart stock chart ده اول ما ظهر كانت لها علاقة بالتغيرات اللي بتحدث في اسعار الاسهوم فعشان كده كان بيستعمل بهذه او بيستعمل بشكل رئيس للأسهوم انه هو بيجيب لي اعلى ساعة واقل ساعة وسعر الاغلاق لكن بالرغم من ذلك انا ممكن استعمله في امور هندسية اخرى مثلا ممكن اعرض به الهطول الامطار اليومي اللي هي سسقطها شكله ايه ممكن اشوف درجات الحرارة السنوية برضو اعلى واقل والرقم الوسطي برضو تحت منه بيبقى فيه حاجات اخرى لكن المهم ان انا اتأكد ان احط البيانات بالتوتيب الصحيح عندما احط البيان في الجدول لازم احطها بتوتيب بحيث تبقى الأول الأعلى ثم الأقل او الأدنى ثم المتوسط بس المتوسطين مش متوسط حسابي الوسطي او قيمة الاخلاق ده نوع اخر برضو في الستورب تشارت اللي هو بسميه open high low close يمكن اوضح فيه الأسهم اللي هو الساعة اللي بيفتح بالسهم يبدأ opening price وبعدين اقصى قيمة واقل قيمة والclosing بتاع هذا السهم عندي lcd self ده برضو من الزريفة اللي ممكن تعدد لي البيانات او مجموعة كبيرة من البيانات بشكل يمكن ما يكونش فيه طريقة اخرى تعرض بهذه الحجم من البيانات ونشوف بعد شوية برضو بتفصيل اكثر من ذلك طيب ده الradar chart او radar with markers اللي احنا سميناه المخطط النسيجي بعض بعض الناس لا تفضل استخدام هذا الradar chart لانه احيانا ممكن يسبب نوع من التشتت وخاصة اذا كان هناك عدد كبير من البيانات لكن لو يتميز بحاجة يعني عن باقي المخططات يمكن نشوفها لما يكون قد مني بيانات حقيقية ويقول ايه مستو عن البيانات طيب اتفاعل اني فيه مخططات جديدة منها مثلا الماب لو عندي حاجة لها علاقة بالجيجرافك لوكيشن اقدر اظهر المعلومة مثلا على خريطة سواء خريطة اقليمية او خريطة للعالم ككل وابدأ احط الكيز لتقول ظاهرة معينة او متريرات معينة خاصة بهذه المنطقة او هذا البلد في عندي ما يسمى التري ماب اللي هو سمي مخطط الشجر بيعمل ايه مخطط الشجر ده بيوفر طريقة عرضة هرمية بس ماش في شكل هرم يعني عندي حاجة رئيسية وتحت منها مجموعة بيانات فرعية يبدأ يوليني هذا التأسيم ويولهاني في شكل سهل احضر اقارم ما بين الاجزاء المختلف في عندي اللي هو اللي نحن سمينا الشمسية او sun first اهميته بيقول لي ان ده بيكون مثالي لعرض البيانات الهرمية اللي في تسلسل هرمي في هذه البيانات وبالتالي يمكن رسمها كمان حتى لو في بعض الخلايا الفارغة في بعض الأمور الرئيسية تحت منها لا يوجد شيء فرعي لأقضر أرسمها في شكل الهرم بحيث ان التسلسل الهرمي رأس الهرم تكون نحية المركز بتاع الحلقة وبعدين كل ما أخرج لبدا يجبني التفاصيل التي تكون موجودة تحت هذا التخصص ويمكن لو بصرنا هنا على هذا التيبل سنرى بعد المسائل الأخرى هنا مثلا في الضبع الأول في يناير وفبراير لا يوجد مارس لا مارس موجود هنا وقاسف لكن في فبراير كان أربع أسابيع لكن في جنيا كان قيمة على بعضها كشهر ونفس الحكاية في مارس وبعد كده في الساكند كورتر حطت التلات شهود التالية وهكذا فإذا لا يوجد هنا التأسيم الأسابيع وحبا عندي هنا ثلاث مستويات مستوى الأول الذي هو في الساكند كورتر وهكذا وبعد المستوى الثاني الذي هو الأشهر وبعد المستوى الثالث الذي هو موجود الذي هو الأسابيع فإذا هذا من المخططات الجديدة التي نرى هنا الهيستوجرام الذي سميناه المدرج التكراري الميزة في التحليل الإحصائي أنه يظهر البيانات المرسومة داخل توزيع معين ويظهرها فيما يسمى البين أو السلة بحيث أن السلة يقاليها رينجو معين من كذا إلى كذا أن التكرار يمثل قد إذن هذه من الأشياء التي نفعلها من زمان لكن تستطيع تنفذها بسهولة في Excel الذي بدءا من 2016 هذا الذي ذكرنا في المقدمة الكلام الذي يسمى Box and Wexel أو الصندوق والشعيران ما يفيد ماذا يمكن أن يظهر قوي إلا عندما نظر بعض البيانات لكن دعونا نأخذ فكرة في هذا الجزء من المحاضرة أن يظهر شكل التوزيع وقيمته المركزية وتبينه يعني قيمته المركزية يعني المتوسط مثلا متاعه الدي أو الوسيط كام التباين يعني يجب لي أعلى قيمة وقل قيمة وهكذا فدالتالي هذا يكون مهم جدا في عملية المقارنة في ما بين المتغيرات أو التغير المتغير الواحد ما بين كام وكام وممكن يتم ما بين أكتر من متعير هذا هذا أيضا من الزريفة جدا الذي اسمه ووترفول أو الشلال يبين لي الشلال هذا يبين لي أنت بادئ بقيمة معينة في البداية وبعد يبدأ يحدث زيادات وانخفاضات إلى أن تصل لنهاية فترة معينة وتشوف أنت وصلت فين يعني مثلا ممكن تبقى عندك خزان ميا بدأ بحجم ترزين له قيمة معينة وبعدين جئت في الشهر القادم سحبت منه وبقى فيه نقصان جاء الشهر اللي بعد جاء فيضان فبدأ يزود الترزين وبعدين بدأ يزيد وهكذا في أخذ فترة زمنية التي أحسب فيها البالنس أشوف في النهاية الإجمالي موجود وممكن يتعامل على التدفق النقضي بنفس الفكرة النقطة هي أي حاجة لها بداية وفيها تزيد وتقل وتصل في النهاية أو سيشوف البالنس بتاع كنت هذا اللي هو الووترفول هذا اللي هو القمع أو الفانل بيعمل لي الفانل الذي تشارت بيعدد لي التغير الذي يحدث في مضاحة المتعددة في عملية ما يعني عندي حاجة كان تبدأ القيمة وبعدين تبدأ تقل القيمة الأخرى أو ربما ترجع تزيد أو أي إن كان وبالتالي يمكن استعماله في أمور كثيرة ونرى أمثلة يمكن تبقى أوضح من مجرد أن نأخذ فكرة عن الكلام بدون بيانات الذي هو الفانل تشارت أحيانا سأعمل مخصصة التي سنسميها الكمبو يعني أجمع مبين نوعين من أنواع المخططات فالاسم الذي أدام مني ستبقى هي خليط أو يجمع مبين Clustered Column and Line Chart هذا Clustered Column اللي هو الأعمدة المتجورة مع مخطط الخطي لكن في هذه الحالة طالما عندي حكتين لازم بقى هيبقى في محور سانوي بحيث أننا أشوف إيه أسهل طريقة أقرأ بيها البيانات التي يمثلها هذه الأعمدة ولتكن على محور الرأس الرئيس والبيانات التي يمثلها هذا الخط التي ستبقى على المحور الرأس الثاني يعني هنا في المثال الذي يقول لي أن الأعمدة تمثل عدد العقارات المباعة المباعة ما بين يناير ويونيور هذه يناير فبراير مارس إبريل مايو يونيور وارتفاع العمود من هنا يمثل عدد الأقارات التي نبعتها هذه مباعة وبعد المخطط الخطي يبين متوسط سعر المبيعات يعني في شهر يناير كان متوسط السعر كذا سأضع هذه على السكندري وفي شهر فبراير كان متوسط السعر كذا وهكذا هنا بيوظيني شكل وعامل كيف هناك بعض الاشترافات يجب أن نرى ها في الاعتبار قبل أن أذهب سأستعمل هذه الخلطة بين العمود والبيان أو مخطط الخط هذا رسم بياني هذا اسمه هذا الرسم سيبقى أفقي أو شريتي الذي يسميه body chart وهذا يبين الأنواع المختلفة الموجودة في الExcel يبقى تعتبر categories الموجودة على المحور الرأسي أو الفئات وبعدين هنا القيم أو values موجودة في الحالة على المحور الأفقي ونأخذ بالنا هنا أن المحور الأفقي نقلته بدلا ما كان يبقى موجود تحت لا خليته فوق ليه برضو زي ما اتفقنا ترجع ليك انت عاوز توصل الى سالة بأنه شكل يبقى هنا يقول مثلا الكلوم في تحت منه سبعة سب تشارلز اللاين تحت منه سبعة وهكذا الـ x y وفيها البابل في تحت منها سبعة وهكذا وبعدين المجموعة لو عندناهم يطلع حوالي 61 تشارلز زائد أو تشارلز المخططات زائد هذه المجموعة الجديدة اللي هي في XL 2016 حوالي يمكن بين الفرعيات بتاعتهم حوالي 11 مخطط يعني إذا متتكلم على 72 تقريبا 72 مخطط يبقى ساعة ما حتيجي تعمل تفتح XL وعندك بينات وعاوز تختار مخطط وعاوز تختار ما بين 72 شكل يبقى إذا هنا بدأت تظهر الفكرة اللي قلناها وهي الحيرة ما هو الأنسب ما هو أنسب مخطط لكن سيبقى عندنا بعض القواعد اللي تقول لي أروح أختار مين طب إيه هي القواعد ما هي في أول المحاضرة لكن ممكن بلد نبص على جدول زي كده ما عرفش يوضوحه أعمل إزاي هل واضح ولا مش بالقدر الكافي في هنا مثلا بيقول لو أنا عاوز whole and its parts يبقى الكل وأجزائه يبقى هنا ده كده ده عنوان أو الصف العلوي بتاع الجدول ده هنا الأعمدة اللي تمثل أنواع المختلفة من المخططات بيقول لو أنت تعرضه هو يمثل whole and its parts يبقى أنت عاوز تروح في الأغلب أو التوصية بتاعتنا أنك تروح لحاجة فيها stacked أو حاجات مترجبة يبقى يما هتروح ل stacked column يما هتروح ل stacked bar هتروح لل buy chart أو donut لو أكتر من ثلسلة أو هتروح لل stacked area يبقى إذن هنا بدأت أحصل من 72 مخطط إلى 1 2 3 4 5 وربما بعد شوية سنجد بعضهم يمكن استبعاد لكن الأول خطوة عارف أنا رايح لمين whole and its parts يبقى stacked by area طبعا عاوز نروح simple comparison بأسهل حاجة سأختار column أو bar مين فيهم أمرها سهل سنرى بعد شوية عندي حاجة hierarchy سأذهب إلى 3 map أو 3 paris أو الشمسية مخطط 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 سأذهب column أو bar وأحيانا مخطط 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 مختط كيف يبقى يا line يا scatter طب مين فيهم؟ نشوف بعد شوية كل واحد فيهم ينفعل مع مين؟ طيب اص من الوقت نحن أدخل هي واضحة مالهاش غير حاجة واحدة وهي ما ً طبم من لا ممكن أعمالها لا مختلف دي حاجة ودي حاجة في بعض الناس بتغلط وزي ما انت فان قادر بالإطانين وده مش كلام مش مظهور حاجة فيها جيوكرافيك لوكيشن سهلة او دي هنروح لي الماب حاجة فيها استاتيستيكس اتفقنا في الغالب لستاتيستيكس هنروح غالبا إلى اللي هو النوع اللي سميناه بوكس اندويكسر طيب حاجة فيها فريكونسي او تكرار يبا نروح المدرج التكراري اللي هو الهستوغرام حاجة فيها مجموعة من المتغيرات فيها متغيرات كثيرة يمكن عاوز حاجة فيها سلسية الابعاد ربما اروح الى 3D سيرفس او ربما اروح الى الكنتور عاوز حاجة فيها تغير صعودا وهبوطا مع الوقت زيادة ونقصان وهكذا هنروح للشلال حاجات بقى ممكن تروح لي فيها اللي هي سميها Process of multiple stages اللي هو فيه مراحل وفيه تغيرات ممكن اروح الى الفانل او القمع يعني بالتالي دي كلها الامور اللي انا احدد في الاول انا فين وبعدين ابدأ اختار ما هو انسب مجموعة من المخططات وبعدين ابدأ كمان اعمل تركيز اكتر وفوكس واختار ما بين هذه المجمعات الفرحية دي رسمة اهيه طيب رسمة اهيه دي عبارة عن ايه وشكله عامل زي ايه شكله عامل زي الشمسية هي فعلا دي الشمسية او اللي هي الـ some person ادي هنا هاي اللي التأسيمات اللي موجودة عندي اللي هي simple comparison او بدأنا من هنا whole and its parts simple comparison frequencies multiple comparisons relation between variables things hierarchy وهكذا وبعدين كل واحد من دول ادي تغير تسلسل هرمي هنروح من هنا whole and its parts يبقى عندي stacked column stacked bar او buy او donut shape وهكذا simple comparison هنروح للcolumn او bar او brother وهكذا برضو هذه السلايد تمثيل مختلف شوية عن table ومين اللي اسهل هنا ولا هنا عن رأيي ان graph ربما يكون اسهل من table زي ما ذكرنا من قبل لكن احيانا هتبقى محتاج تحط البيانات في table واحيانا هتحتاج تحط graphs وبعد الناس بتفضل انها تحط ده وده لأسباب مختلفة طيب نيجي بعد كده لنقطة اهمة جدا وهي ما هي انواع البيانات ايه السؤال الغريب ده types of data يعني ايه ممكن مثلا البيانات اللي عندي تبقى بعضا عن اسماء عاوزك تبقى قائمة اسماء بتاعت مجموعة من الناس محمد ومصطفى ومحمود وهكذا عاوز اكتب اسماء بلاد عاوز اكتب الوام ثم ده بيانات ثم البيانات ده يعني رقم لا مش رقم ده بنسميها بيانات اسمية بيسموها ايه نومينال تيت طيب افرد انت مثلا بيعاوز تسجل رضاءك عن شيء وليكن هنقول ما هي مقياس رضاءك عن هذه المحاضة هتقسها ازاي هقولك ممكن تقول غير رادي 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 جدا يبقى هنا ده برضو بقى ايه نوع اخر من البيان هل فيه order او فيه ترتيب او فيه ترتيب زي مثلا برضو ستأخذ تأدير معين تأدير ممكن يكون ايه ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز بايزا ده نوع من البيانات له order طيب بس دي هل هي ارقام لا في الغالب هي مش ارقام هي بيانات نصية طيب جيت بعد كده اعاوز يعني اكتب بعض البيانات مثلا زي ايه اعاوز اسجل وزن اعاوز اسجل درجة حرارة حاجة من هذا القبيل طب دي ارقام او دي ارقام بادي بالتالي ممكن نسميها ايه ممكن نسميها انترفال ليه انترفال نفكر كده مع بعض درجة حرارة مثلا لو انا حقيص درجة حرارة بـ اللي هي درجة الحرارة المئوية هنسهب ايه؟ هنسهب من قياس حرارة طيب ممكن تبقى عشر درجات او ممكن تبقى عشرين درجة الفرق بينهم عشرة طيب ممكن تبقى ما بين عشرين او ثلاثين الفرق بينهم قد ايه برضو عشرة فاذا فيه انترفال يعني ممكن اطرح الفرق بين العشرين والعشرة او ما بين الثلاثين والعشرين او ممكن اجمع العشرة على العشرين بقى ثلاثين لكن هل درجة الحرارة اربعين مثلا معناها انك انت هتحس بحرارة بكمية حرارة وصلك دعفة العشرين؟ لا طيب ازاي؟ هنا سوف نقول مثلا العشر درجات دة بالتعباء يعني العشرين درجة في النظام درجات المئوية 10 دعفة في الفيهرنهايت هذه نقطة مهمة طيب نيجي نقطة أخرى هل عندي من سميه true zero يعني عندي فيه zero بس خبالك أنت كمان في عندك مينس عندي مينس 10 مينس 20 وهكذا الزريف كمان في الدرجات المقاوية والفيهرنهايت أنك لما تصل عند مينس 40 هتلاقي مينس 40 مقاوي يناظر برضو مينس 40 في هرنهايت فعشان كده هذا النوع من البيانات هو بيانات رقمية بس بيسمى interval أو في مسافات أقدر أننا أجبعهم على بعض وأقدر أننا أطرحهم من بعض لكن ما أقدرش أننا أعمل عليهم عمليات ضرب ولا عمليات اسم فوقت إفرت وقلت لك أن أريد أئيس طولي سيطلع ويقوم بإمكاني 178 سنة أريد أن أئيس وزني كما يطلع 90 كيلو 90 كيلو هل هي ضعف ال45؟ أي ضعف ال45؟ أقدر أسيبهم على بعض فوقت 90 كيلو فوقت هذا النوع من البيانات نسميه راشيو أقدر أجمعهم على بعض؟ أيضا أقدر أضربهم في بعض؟ أو أقسمهم على بعض؟ أيضا هذا النوع من البيانات إذن سيقول لي أن البيانات لو بصلنا لها الأول يمكن أن نقول أنها هي بيانات نوعية التي هي Qualitative أي بيانات كمية التي هي Quantitative Quantitative التي سيأتي تحت منها كل ما هو رقمي وال Qualitative التي سيأتي تحتها ما هو غير رقمي مثل النومنال اللي هو الاسمي اللي هو التركيب اللومنال والأوردنال سيأتي تحت من؟ تحت Qualitative الInterval والRatio التي يمكن أن نسميها فاطلة أو النسبة سيأتي تحت Quantitative ماذا؟ ليس فقط هذا ممكن أن البيانات التي لدي تبقى discrete أو continuous يبقى البيان منفصل أو يمكن التغيير عن هذه بشكل المقتصر نبص كده على Graph بيقول تقريبا نفس ما قلنا هذه Qualitative Data ستنقسم إلى Nominal Data و Ordinal Data وهذه Nominal مثل Gender Women أو Hair Color Blond أو Brown العرق بتاعي Ethnic Hispanic أو Asian يبقى كلها بسمية Nominal Data هنا ده Ordinal Data اللي حيث فيها ترتيب الأول والثاني والثالث أو Letter A, B, C أو مثلا Status بتاع Low, Medium و High كل ذلك اللي حيث تحت Qualitative Ordinal طيب Quantitative التي هي الكمية قد تكون Discret Data أو Continuous Data Discret مثلا Number of Students in a Class مثلا 30 طالب خلاص لا يوجد نفس هذا الـ Class إلا لو حد سحب لكن ليس ذلك عادة سيبقى ثابت إلا لكن هو Discret Number of whom runs in a Baseball game number of sorry Home Runners يعني الناس موجودين في ملعب كرة قر أو Peaceball يعني Continuous هتبعي The height of children الطفل يختلف مع عمره يبقى continuous Square footage of a two-bedroom house ممكن يختلف يعني مبدأ أزود في مساحات أو حاجة ذلك Speed of cards ممكن العربية تبدأ بسرعة معنا وتزداد وهكذا ممكن يكون أمثلة أكثر وضوحة لكن هذا الفكرة التي نكملها نفس الفكرة ممكن تكون موجودة في هذا الشكل هذه variables quantitative 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 nominal ordinal interval ratio وهو مهمة هذا الموضوع عندما نتكلم بعد نختار النوع chart وضع المتغير مهمة مثلا الاسم يقول لي كل ما بتنتقل من nominal ordinal interval ratio كل ما تزداد وبعدين تتعامل إحصائيا في بعضهم ممكن تعمل عليهم number metric test أو qualitative data وبعضهم تعمل لهم parametric test وهكذا هذا سلايد يقول لي الخصائص بتوع الأربعة الأساسيين التي اتفقنا عليهم nominal ordinal interval ratio هنا مثلا من حيث أول حاجة هل في ترتيب معروف nominal لا ليس ترتيب لكن الثلاثة المقدمين تفاصيل تزيد ordinal و interval و ratio هم ترتيب طيب أقدر أعدهم كله أقدر أعدهم طب المود المود هو أكثر تكرارا المود المود أو المنوال كلهم أقدر أحسب لهم ال numberometric test وهو يقول لي المنوال بتاعهم المدين المدين الوسيط أقدر أعمله ordinal و interval و ratio ولكن المدين 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 أعماله لل interval و ratio أقدر أحسب الفرق ما بين القيمتين أو أجمعهم على بعض هنا في ال qualitator لا في ال number و ratio أقدر أدربهم أو أقسمهم على بعض لا أقدر إلا في ال ratio مين ما بين true zero الوحيد هو مين هو ratio هذه الرسمة تقول لي المثال الذي كنا نقوله مثلا هذا مقياس حرارة يبدأ يقصلي من zero ب negative يبق هذا ليس true zero لكن هنا ميزان و مقياس للتول يبقى هذا ممكن الجهاز يقصلي التول و الوزن يبقى إذاً هذا يقصلي البيانات التي هي ratio scale أو ثم سنقصلي هذا الجزء يبقى هذا يعتبر الجزء الأول من المحاضرة الخاصة بالمخططات والجداول الإلكترونية توم سامرايز التي قلناها ذكرنا في الأول ما هي أهمية الجداول أو ما هي أهمية الرسمات البيانية و نرى بعض المصطلحات ونستعملها أمتى وكيف يتم استردامها ومالها الشهادات العامة للاستردام نرى العلاقة ما بين المخططات والجداول البيانية و أجهزة الحاسوب وشفنا أن يمكن استعمال الأكسل كأحد الأنواع الأكثر شيوعاً واستخداماً لعمل وإنتاج المخططات وقلنا أن المخططات أو نظامات لهم نفس المعنى وبعدين عدينا سريعاً كده وشفنا أهم الأنواع الشائعة الموجودة في الأكسل وشفنا أمثلة لهم وفي آخر خالص تكلمنا على نقطة مهمة هنبدأ بها إن شاء الله في المحاضرة القادمة نستكمل كيف نربط ما بين البيانات ومخططات فعشان كده كنا نجم نشوف أنواع البيانات وكنا نتكلمنا على هذه التأسيمة اللي هي قلنا ال Qualitative و Quantitative وهي التأسيمة بعد كده اللي هي ما بين الترتيب أو الأرجinal وبعدين أو الأسب بالNominal وبعدين الInterval وبعدين الRatio كل ما بنصعد إلى أعلى كل ما مستوى التفاصيل يكون أعلى دي كانت نهاية المحاضرة وأنا سعيد أننا جهزت هذه المحاضرة واستفدت منها وأرجو إن شاء الله أنتم كمان تكونوا استفدتوا من هذه المحاضرة وإلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة لكم مني أطير الأماني السلام عليكم ورحمة الله